بارقة أمل صحية جديدة علماء يحددون جينات أكثر مرض قاتل في العالم تمكن باحثون أمريكيون من رصد الجينات المسؤولة عن تفاقم مرض الشريان التجيل لدى الإنسان وسط أمال بأن تساعد هذه الخطوة على تطوير علاجات أكثر نجاعة في المستقبل في حين يشكل هذا المرض سبب الوفاة الأولى في العالم وبحسب موقع مادكل المختص في شؤون الطب فإن باحثين من جامعة فرجينيا حددوا جينات تلعب دورا محوريا في تطور مرض الشريان التجي الذي ينجم عن تراكم طبقات دهنية على جدران الشريين وهو ما يؤدي لعرقلة إمداد الدم نحو القلب في حين ظل الغموض يحوم حول العوامل الجينية الموروثة وكيفية تزايد خطر إصابة الفرد ومعاناته من المرض لا شك أن مرض الشريان التجي خطير حد الوفاة وبحسب موقع ساينس دايلي يعاني منه أكثر من 20 مليون أمريكي في حين يعد هذا الاضطراب الصحي مسؤولا عن واحدة من كل أربع وفيات في البلاد كل سنة جديد اكتشاف العلماء الأخير أن الطب صار يعرف بالضبط العوامل والجينات المرتبطة بمرض الشريان التجي مسؤولة عن خطر الإصابة بنوبات قلبية وبالتالي فإن الباحثين سيستفيدون من نتائج هذا الاكتشاف الطبي لأجل وضع أهداف علاجية على نحو أكثر نجاعة ودقة اشتركوا في القناة